مرحبا بكم في النشرة الجوية على قناة النهار أو القناة إخبارية في الجزائر الترف جوية يتعيش المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية نشرية خاصة من مصلحة الأرصاد الجوية التي حضرت فيها من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهي تتساقط حاليا مستمرة إلى غاية منتصف يوم الثلاثة جوية 12 تلاشية فيما يخص الولايات المعنية بومرداز سيزي والزوبجاية جيجل سكيك داعنا بعد طرف برج بوري ريش طيف ميلاق سنتينة قلمة سوق هراس والبورا كمية الأمطار من المرتقب أنها تفوت 40 مليمتر محليا إن شاء الله ستكون أمطار خير وكذلك يرجى أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع فيضانات وسيون نشوفوا مع بعض المشاهدين الوضاية الجوية على باقي ولاية بلدنا نبدأ بصورة القمر الاسسناي تضحنا انتشار رعود بأقصى الجنوب نحو الهكار والتسلي كذلك انتشار رعود بمعظم الولايات الشمالية الرياح إن شاء الله تكون قوية خاصة بعض الضهيرة على المناطق الشمالية ممكن أنها تلحق حتى 50 كم في الساعة بالولايات الجنوبية الرياح من ضعيفة إلى معتد إلى متفوش 30 كم في الساعة إذن مشاهدين تبقى فيه أمطار على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية خاصة الوسطى الشرقية وكذلك الشرقية أجواء تصبح غائمة كما نشوفه على المناطق الوسطى والشرقية صلاحية نشرية مستمرة إلى غاية منتصف النهار بسح تبقى فيه بعض الأمطار أجواء صفية على المناطق الغربية ومغشات باقس الجنوب نحو الوقار والتسليل حتى بمنطقة بشار وشمال الواحات ممكن تسحب أنها تمد بعض الأمطار تبقى الأجواء مستقرة على باقي ولاية بلادنا درجات الحرارة المرتقبة مع صباحة ومع الفجر هي تعرف طراجة أجواء بريدة نوعاً مخاصة على المناطق الداخلية الهدى بالعليا خلال الصباحة تسع درجات فقط نسجلها بكل من باتنا وخنشل 15 درجات بالعاصمة حوالي نفس المقياس بلغوة وأفلو حوالي 11 درجات بكل من البيض من عامة تيسم سيل تغيليزان شلف وسيدي بالعباس 19 درجات بكل من إليزي وجانت و22 درجات سجلها بمنطقة عين صالح مع الاشياء شاء الله تبقى فيها جواء غائمة على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية السحب هذه تبقى فيه مرفوقة بأمطار خاصة بالمناطق الداخلية للوطن تلخص شوية الأمطار منتصف النهار بسحة تعاوتولي وتزيد تقوى الأمطار خاصة بمنطقة الأوراس خلال المساء أجواء صافية على المناطق الغربية حتكون فيه ثاني أمطار بأقصى الجنوب نحو الهوكار وكذلك التسلي وبمنطقة بشار وشمال الوحاد تبقى الأجواء مستقرة على باقي ولاية بلدنا درجات الحرارة القصوى المرتقبة إن شاء الله مع الاشياء سنسجلوا في حدود 36 درجة بعين صالح درجة الحرارة القصوى ثاني ستعرف تراجع 34 درجة بإيليزي وجانت حوالي 24 درجة بالعاصمة 26 درجة بالغوات 21 درجة على تيزي والزوش 22 درجة بكل من البيض والنعمة وفي حدود 15 درجة نسجلوها بكل من قسنطينة والسطيف وبرج بوري ريج 42 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب على عين زام عينة زواء وتن زواتين الحيطة والحدة الخفنصية دل المتوجين إلى السواحل الوطنية خاصة على السواحل الوسطى والشرقية البحرح يكون من هائج إلى شديد الهيجان خاصة على السواحل اللي تكون من دلس حتى البجاية على السواحل الغربية البحرح يكون من قليل الإتراب إلى مضطرب رياح قوية نسبيا خلال الظاهرة على السواحل الوسطى والشرقية تقدر تلحق حتى الخمسين كم في الساعة تجاه المواج شمالي شرقي على السواحل الغربية البحر على السواحل الوسطى سيكون من شمالي إلى شمالي شرقي أما على السواحل الشرقية تجاه المواجه سيكون من شمالي إلى شمالي غربي علو الأمواج سيكون طالتان على السواحل خاصة الوسطى وكذلك الشرقية يرجى أخذ الحيطة والحدر رحوا بكم اليوم مشاهدين إلى ولاية من ولاية بلدنا نحو إلى الغرب الجزائر مولاجع مستقر بالغرب الجزائري خلال يوم الثلاثة درجة الحرارة تقدر الحق إلى حوالي 26 درجة مئوية نسبة الرطوبة فيها تقدر الحق إلى حوالي 45 بيئة المئة والرياح هي التي ستكون قوية خلال يوم الثلاثة تقدر الحق حتى 50 كم في الساعة نغتمعكم بورقة الشروق والغروب لتخص العاصمة وبعض من ولايات الوطن الشروق بالعاصمة سيكون في حدود الساعة 46 دقيقة والغروب يوم الثلاثة أحيكون على الساعة 6 مساء و30 دقيقة شكركوا مع المتابعة ومشاهدة طيبة مع قناة النهار